عمر انا رأي ان انت من اسكى المطربين اللي طلعوا في الفترة الاخيرة انت عرفت تاخد قالب الناس بتحبه وحطيت فيه الغنى الحلو والطرب والكلمة الحلوة وقدرت تطلع بالحاجة دي للناس وتعمل منها حاجة حلوة هل التوليفة دي قابلة للتحقيق لانه تعرف طبعا الخنائة اللي موجودة اليومين دول الغنى الشعبي غنى المهرجانات طب داي بقى كواء يعني نقسم بقى الناس دول هنا ودول هنا اي حد يغنى شعبي ومهرجاناتي بسيء اي حد يغنى طربي اقول لي كويس شايف الحكاية ازاي بص ازا عمر انا عندي حل للموضوع الداير دا كله يعني خنائة اللي دايرة دي انا عندي حل لها حلو جدا والله اه والله دلوقتي المشكلة اساسها ايه دلوقتي المطربين الكبار المهرجانات غلست او خلاص بقت مسيطرة على الساحة كلها ليه دا لان النهاردة مفيش تنظيم مفيش احتواء للمهرجانات بمعنى انا النهاردة نجم كبير بصرف على اغنية 200-300 الف جنيه بعمل كل شهرين 3 شهور اغنى بقى عشان الاغنى بتتكلف توزيع وكلمات لقم النجوم اللي موجودين في السوق اه بزبط كده النهاردة مطرب المهرجانات عنده اي لاب واي كارت الصوت واي مارك يلا كل يوم 10 مهرجانات بتنظر وفلاشة وفلاشة ويلا نشتغل اوكي دلوقتي الموضوع دا كله ليه حل النقابة بتاعتنا انا مع السوداني شكل جدا في اللي عمله في جزئية فعلا فيه كلام ما ينفعش تقاله فيه ناس ما ينفعش تغني لكن في حتة تانية لازم نقنن المهرجانات زي ما احنا قنننا الراب وعملنا للراب شعبة وفقنا على فن الراب لازم نوفق كمان على المهرجانات فيه في نقابة الموسيقين شعبة الفن الراب اه طبعا ويغنوا ومفتح لهم من المجال كله ليه بقى النهاردة مطرب المهرجانات النهاردة انا النهاردة طول ما انا فيه رقابة علام لو انا نهاردة انا رحت انا قلت قبل كده لفظ خمور وحشيش توقفت تسعة شهور كاملين تعلمت فيهم من الادب لوف بنت الجران اه تعلمت فيهم من الادب تسعة شهور كاملين عامل حوالي خمس ستة اغاني مع الدين المليار مشاهدة وواقف مش عارف امسك فلوس اليوتيوب فيه فلوس كويسة بس مزايا اللايف برضو اللايف هو الاساس ايه ده اللايف بيجيب فلوس اكتر من اليوتيوب اه طبعا اه طبعا فالنهاردة النهاردة اروحت ماضيت بعد كده اقرار لما رجعت تاني ان انا اي كلمات هروح بقى المصانفات اجهزها الرقابة اه عايز اللي هو الطريق طبيعي بالزبط كده لكن انت النهاردة الشباب النهاردة موجودين كل واحد بيغني اللي هو عايزه لكن لو انت النهاردة احتويتهم وخليتهم اشتغلوا تحت النقابة اه بتصريح انا هخاف اقول كلمة وحشة عشان ما توقفش لان انا شغال كل يوم لايف طب ما هي الناس كانت شغالة بتصريح وقالوا كلام وحش برضو لا مش الكل مش الكل اه وبعدين انا قلت في نفس الكنبة دي عند حضرتك قبل كده كلام ومحدش فيهم وقلت يا جماعة واحد زحمه بيك لازم ياخد كرني مؤدي مهرجانات اللي بيوقف حمه قدام لجنة استماع بيظلمه يا جماعة ازاي وقف حمه قدام مستوى حلم بكر وميق حمه تخاني معاك لما تخاني معايا وعفيا انا بقوله هو مؤدي مهرجانات اديه لتصريح مهرجانات يغني يبقى مؤدي مهرجانات يبقى فيه شعبة زي الرياب بالظفت ما هو ليه شعبة وموجود بس هو ده اللي انا شايفه